شكرا جزيلا تحية سلام لمشاهديكم ولضيفك الكريم دعني أقول لك من خلال أرقام معينة لا يجب الاستهانة بما تصدره روسيا روسيا دولة مصدرة وتعتبر دولة ريعية وهي مصدرة لحوالي 7% مما يحتاجه العالم من الطاقة ولذلك فهي تصدر يوميا حوالي 7 مليون برميل يوميا نحو 60% متجهة إلى أوروبا أوروبا الآن تجد مشاكل جد صعبة لأن على المدى القصير والمتوسط ليس لها بدائل ولذلك فهي هناك مفاوضات مبعض الدول ولكن آنيا وحاليا لا يمكن إمداد أوروبا خاصة في فصل الشتاء الحالي وفصل الشتاء القادم لأن الفترة جد قريبة أظن بأن مشكلة أوروبا ستكون جد معقدة من الناحية الطاقوية إذا كانت روسيا لوحدها تصدر حوالي أكثر من 100 مليار دولار سنويا 60% أو حوالي 70% فهي من أوروبا أظن بأن مشكلة الطاقة ستكون جد معقدة لذلك الولايات المتحدة الإمريكية باعتبارها حليف استراتيجي لأوروبا فهي تفاوض إيران تفاوض فينزويلا كذلك هناك بعض الدول الأوروبية توجهت نحو الجزائر ولكن كل هذه المفاوضات لا تؤدي ما عليها لأن الحرب كانت بطريقة مفاجئة تقريبا ولذلك اليوم أسعار الطاقة ارتفعت فيؤدي إلى انكماش في اقتصاد الدول الأوروبية وضيفك الكريم يتكلم على ألمانيا ألمانيا تستغل من روسيا حوالي 20% من طاقتها وهي مستعملة في كل صناعاتها نعم سيد علوان دعني أسألك عن الغاز الجزائري هل سيتحول إلى ملاذ للأوروبيين وتفتح أبواب للنقاش والمفاوضات مع الجزائر كي تكون إحدى الدول الموردة للغاز إلى أوروبا ممكن جدا أن هذه المفاوضات ستصل إلى نتائج لكن هذه النتائج لا يمكن التعويل عليها لأن الجزائر في حد ذاتها ليست لديها الإمكانيات الكبيرة والتي هي تحتاج إلى استثمارات طويلة ومتوسطة المدى الجزائر لديها عقود آجلة مع دول أوروبا خاصة مع إسبانيا وفرنسا والبرتغال ولكن لا يمكن أنها تؤدي ما كانت تؤديه روسيا أظن بأن خاصة أوروبا الشرقية أوروبا الشرقية ستعاني من مشاكل كبيرة جدا في ميدان ما يسمى الطاقة البديلة وهي الغاز لأن ليس لديهم بدائل كما كان يذكر ضيفك لا من الجانب الطاقة النووية أو الطاقة الحرارية لأن إلى غاية اليوم كل الدراسات التي تمت في دول أوروبا في الدول أوروبا على أنها تكون بديل للغاز إلى غاية اليوم النتائج ليست إيجابية مئة بالمئة فأظن أن الغاز الجزائري ممكن أنه يؤدي أو يحل جزءاً صغيراً من المشكلة إذا وصلوا إلى اتفاق ولكن لا يحل كل المشكلة ترجمة نانسي قنقر